في الخبر عاجل جدا يا جماعة برضو جه بسبب ما نحن نشهده من تطرف مناخي بل تخريف مناخي عندنا توقعات بحدوث فيضانات في الصحراء الكبرى بافريقيا تصل لاربع دول الكلام ده والخبر ده كان بتاريخ يوم الاحد واحد سبتمبر الفين اربعة وعشرين او واحد تسعة الفين اربعة وعشرين فربنا يرحمنا برحمته دايما يا جماعة في كل فيديوهاتنا نقول يا رب ارحمنا من القادم اللهم ارحمنا من القادم ويا ريت تقول امين يعني كلمة امين والاربع حروف اللي انت هتقولها دي مش هيخصروك اي شيء يا اخي ولكن يا ريت تقول امين كمان ما تنساش عمل الاعجاب واللايك للفيديو وعلشان يصلك كل جديد ياريت تعمل اه فولو او متابعة وتنشر الفيديو لتعم الفائدة على الجميع ويصل صوتنا الى الجميع وبصراحة يا جماعة انا عايزكوا تبصوا على ما يحدث في السعودية وما يحدث في اليمن وما يحدث في السودان وما يحدث في عدة دول بها فيضانات في العالم وسيول غير عادية يعني اللي حصل في السعودية العربيات اللي كانت بتعوم وده طفان ده عامل زي الطفان وسموه فعلا في بعض وسائل الاعلام ان هذه امطار طفانية وايضا السودان يا جماعة قرى بالكامل بتغرق في السودان من امطار طفانية فهناك توقعات والصحراء الكبرى يعني منطقة جفاف طول عمرها منطقة جفاف ولكن في خطر على بعض الدولة العربية والافروقية وخلينا نقرأ مع بعض القبر ده المهم هنا بيقولك ورغم شهرة الصحراء الكبرى الافروقية بكونها من اكثر الاماكن جفافا على الارض وعدم سقوط الامطار بها في هذا الوقت من العام الا انها على وشك حدوث طفان نادر للغاية طفان نادر للغاية حسب حديث عالم الارصاد الامريكي لصحيفة واشنطن بوست الامريكية وتظهر نماذج الاحداثات الخاصة بقراءة التقص العالمية امكانية هطول كميات قياسية من الامطار في هذه الصحراء القاحلة كما انهم من المتوقع ان تشهد بعض اجزاء من الصحراء الكبرى خمسة اضعاط متوسط هطول الامطار في شهراء اغسطس وسبتمبر هو كان بيتكلم على نهاية اغسطس واحنا بيتكلم دلوقتي على شهر تسعة خمسة اضعاف يا جماعة متوسط هطول الامطار خمسة اضعاف مع تركض بعض المناطق هطول الامطار لاول مرة على الاطلاق في شهر سبتمبر هيكون ووفق تنبؤات هذا العالم قد تؤدي هذه الظاهرة النادرة الى حدود فيضانات عارمة في اجزاء من اسخدوا الدول دي علشان ده المهم في اجزاء من تشاد واليبيا والنيجر والجزائر ولسه في دول تاني هنتكلم عليها يبقى تشاد واليبيا والنيجر والجزائر وذلك لان الكزبانة الرملية لا تمتص كميات كبيرة من المياه وطبعا هناك توقعات عالية النسبة في هطول الامطار الغزيرة المتفرقة الى جانب العواصف الرعدية في كل من النيجر ومالي وتشاد كما يبلغ متوسط طول الامطار في شمال تشاد من الى اتنين بوصة من اتنين لستة بوصة ويشير ان الامطار قد تهطل في الايام العشرة المقبلة وقلنا تاني في موريتانيا وجنوب الجزائر ايضا وليبيا وبعد الدول كمان الواقعة في شمال افريقيا يا جماعة فخلي بالكم موضوع الفيضانات وموضوع الامطار الغير عادية اصبح الان من الحاجات والتحديات الكبرى اللي العالم هيواجهها يعني مش هنشوف موضوع الشتاء عادي ولا صيف عادي ولا يمكن كمان احنا بمشوفش لا ربيع ولا خريف شكرا لحضراتكم والى ان نلتقي اترككم في رعاية الله وامنه والسلام كتام على الجميع